قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله فبتكلم عن عطية البر بالإيمان اللي أعطتنا هذا السلام والمصالحة مع الله وبالإيمان ده صر لنا الدخول إلى نعمة يعني إحنا مش نلنا نعمة السلام لا ده إحنا بالإيمان صار لنا نعمة السلام وصال لنا إقامة في نعمة إلهية عجيبة جداً النعمة التي نحن فيها مقيمة إحنا عايشين في نعمة إلهية عجيبة محبة ومراحم وأحشاء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نفتخر بالنعمة التي نحن فيها نفتخر على رجاء المجد والقيامة اللي إحنا بنعيشه ومنتظرين وبعند يفاجئنا ويقول ونفتخر أيضاً في الضيقات واقعي مش الكتاب بتكلم عن لالا لاندز مش بتكلم عن خرافات وخزع بلد بتكلم عن واقع الحياة الكنيسة الأولى عاشت تفتخر بمجد النعمة بمجد القيامة بمجد الرجاء وعاشت في ضيق شديد جداً عاشت أيام صعبة جداً وبيقول عن الكنيسة نفتخر أيضاً في الضيقات نفتخر ويعقوب بيقول احسبوه كل فرح زقطاته زقطاته افرحه هلله ترنمه لما تقعون في تجارب متنوعة ازاي بس وعشان ايه ونعملها ازاي الحكاية ديت بطرس أيضاً بيكتب لينا في رسالته الأولى وأصح واحد وبيؤكد الحقيقة ديت فأنا عندي بولس وعندي عقوب وبعدين عندي كمان بطرس وهو بيؤكد الحقيقة ديت بيقول ايه الكلمات ديت في رسالته الأولى والأصح الأول أنتم الذين بقوة الله عدد خمسة محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير محرسون بقوة الله بالإيمان هو الموضوع مبني على الإيمان لخلاص النعمة المعطات لنا مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن يجب تحزنون يسيراً بتنجار متنوعة لكي تكون تذكية إيمانكم وهي أثمة من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الضيق والضيق أنواع كتير قوي بيكلم عنها الكتاب في الضيق المادي والاقتصادي والعوز وبوليس بيقول تدربت أن أجوع وأن أجبع ففي جوع وفي شبع وأن أستفضل وفي ضيق بسبب ظروف اجتماعية بنمر بيها علاقات مكسورة أسر مدمرة أبناء مشردين بلا أب وبلا أم في ضيق اجتماعي وما أكثر الأسر الآن التي تعاني في علاقتها الزوجية وما أكثر الأبناء الذين يدفعون ثمن هائل لهذه الخلافات ضيق ضيق شديد بيؤدي إلى حزن وكآبة وخوف وفي ضيق سياسي وبسبب الحروب والنزاعات والصراعات السياسية داخل الأمم وبينها وبين بعضها البعض وأظن إحنا عايشين في الوضع دوت وبندفع ثمن هائل لهذه الصراعات الداخلية والصراعات بين الدول للسيطرة والسطوة وللمكاسب المادية الشخصية والشعبية وفي ضيق أخلاقي أخلاقي في ضيق بسبب الأخلاق الفاسدة الخيانات الغدر وما أكثر الألم نتيجة هذا الضيق لما تعرف أن امراتك تخونك لما تعرف أن زوجك يخونك لما تعرف أن أولادك هيمين عليك وعايزين يحجروا عليك عشان يرسوك بالحياة يعني أفتكر الأخلاق سيئة أولي ومن دول يعني الحقيقة يعني حاجة صعبة أوي وده بيولد ضيق شديد وحزن شديد في النفس لا يوصف ففيه عنواع ضيق كتير أوي وأنا لا أظن أن في حد هنا ما عندوش يعني ضيق بسبب مرض أو فراق أحباه أو أزمة اقتصادية أو إنسانية أو اجتماعية أو أخلاقية من تالي ما فيش حد هنا ما عندوش ضيق لو في أي حد هنا مش متدايق من ولا حاجة وكله ميت فل وعشرة يرفع إيده عشان يروح لأن الموضوع ما يخصوش في أي حد هنا الكتاب يتكلم عن واقع إنساني نعيش فيه عن الضيق والضيق يعني حاجة بتدايق سهل قوي التعريب بتاعها الضيق يعني حاجة بتدايق ما بتبسطش بتعصرني بتضغط علي مش ببقى براحتي مش قادر أفرح للآخر طيب إزاي بقى احسبوه كل فرح إزاي نفتخر في الضيقات تيجي إزاي المعادلة الغريبة ديت وأفتكر أولاد الله اللي عايشين في النعمة اللي تصالحوا مع ربنا اللي عندهم علاقة مع ربنا هم الوحيدين اللي قدروا يفهموا اللي أنا حقوله النهاردة لو أنت ما عندكش علاقة مع ربنا اللي هقوله ليك ده النهاردة لغة رتمات صعب عليك قوي تفهمه عشان كده الكتاب اتكلم للناس دول اللي تصالحوا مع الله وبالإيمال صار لهم سلام ومقيمون في النعمة يفتخرون في الضيق تبتهجون به وبعدين يجب أن تحزنون بتجارب متنوعة هقف عند كلمتين مهمين وإن شاء الله أكون مختصر عشان نقدر نقدي وقت حول هذه المائدة المقدسة اتكلم الكتاب في القراءات اللي احنا قرناها دي عن حكتين كلمتين امتحان وتزكية امتحان وتزكية الضيق فرصة ليمتحن الإنسان نفسه الضيق فرصة هيلة للامتحان ولو أنا نجحت في الامتحان فرصة هيلة للتزكية ففي كلمتين مهمين قوي في الضيق بيركز عليهم الكتاب وإحنا قرينا كلمة امتحان إيمانكم في عقوب وقرينا التزكية في رميا وفي بوترس الرسول وحتى في عقوب قال بعد كده إن الامتحان ده بيؤدي إلى التزكية بس ما سمهاش تزكية شرح إيه هي التزكية فخلوني أخذ الكلمتين دول على عجالة الحقيقة الأولى امتحان الضيق زي بالزبط لما بتعصر الحاجة لما بتجيب لابونة وتعصرها لما بتجيب برطقانة وتعصرها لما بتجيب أي فاكها وتعصرها بتطلع اللي جواها اللي جواها حلو هيطلع حلو واللي جواها مر هيطلع مر واللي جواها زاعق هيطلع إيه زاعق الضيق العصرة دي بتطلع اللي جوايا لما بمر بضيق بيطلع حاجة جوايا في مشاعر جوايا في ردود أفعال بتطلع جوايا لما بمر بأزمة وبضيق وبضغطة أياً كانت صحية مادية اجتماعية سياسية أياً كانت داية وأنا وأنت لازم نخلي بالنا من اللي بيطلع جوايا داوت لأن دا الامتحان باكتشف الجوايا بعرف الخفي بشوف نفسي على حقيقتها بامتحن إن كان إيماني في الرب دا حقيقي ولا كلام أنا لي صورة التقوى ولا أنا مختبر قوة التقوى والعلاقة والنعمة اللي أنا فيها بفتخر بالنعمة وبفتخر بالضيقات حدي أمثلة عشان ما يكونش الكلام في الهوى لما بتتدايق حاجة من اللي هقولهم دول طبعاً ممكن أكتر أنا حدي أربع أمثلة مختلفة بتساعدنا إن يكون الضيق امتحان فيه نكتشف ما بداخلنا عشان ننجح في الامتحان فنختبر البركة الأعظم طبعاً الامتحان بركة هيلة عشان نختبر البركة الأعظم التسكية الامتحان مهم لأنه بيقولي أنا مذاكر ولا لا الامتحان في حد ذاته مهم اوعى تفتكر الامتحان حاجة وحشة إحنا وإحنا طلباً ما كناش بنحب الامتحانات بس الامتحانات هي اللي كانت بتقولي أنا مذاكر ولا مش مذاكر لما بتمر بالضيق لما بتمر بأزمة شديدة جواك شكوى تزمر تبص على ربنا تقولي ليه كده وأنا عملت إيه ويا دي أخرتها هو مش أنت إليها صالح بتسمح بكده ليه هو أنت بتجربني ولا إيه بس الأسيس بيقوله الله لا يجرب أحداً ماشي بس أنت ما جربتنيش بس تسامح بالتجربة هي هي برضو ولا إيه ويبتدي جواك شكوك وربنا حقيقي هو فعلاً صالح هو بيحبني ولا نسيني وسط الزحام في الضيق بيطلع جواك شكوى وتذمر وشك ولا في الضيق بيطلع جواك شكر أشكرك لأنك أمين أشكرك أشكره في كل شيء وعلى كل شيء لأنه بيقول الكتاب كده عالم بمن آمنت وموقن أنه يحفظ وديعة إلى ذلك اليوم لو اللي جواك في الضيق شكوى وتذمر وشكوك يبقى فيه نقص إمام بوليس لما كتب الآية دي في كيموساو ستانية وأصح واحد عالم بمن آمنت بيكلم أحتمل هذه الأمور دي أقصى الأيام ده قرب النهاية ده وهو مسجون ده في أقصى ظروف حياته بيقول أحتمل هذه الأمور ليه لأنه عالم بمن آمنت أنا عارفهم مين أنا مش متلخبط في ربنا وأنا عندي إيمان فيه أنه وسط كل ده قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم اللي فيه حيسترد الوديعة دي تاني يا أم أنت مش عارف ربنا ومش فاهم طرقه يا أم أنت ما عندكش ثقة حقيقية في محبته وصلاحه وقدرته أنه يوجد معك في الضيق وأن يحول الشر إلى خير الاحتمال الثاني لا أنا مش تزمر أنا لا لا سمح الله أنا عندي ثقة في ربنا أنا بس مرارة اللي بيطلع جوايا لما بتعزر مرارة 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 تجاه الناس اللي عملت فيها كده مرارة تجاه الظروف القاسية مرارة تجاه القرارات الخاطئة اللي خدوها الناس حوالي وأنا بدفع تمانا أنا زنبي إيه مرارة اللي بيطلع جوايا في الضيق مرارة ودي صعب قوي لأنه بتخلي كل حاجة طعمها مر المرارة بتخلي كل حاجة طعمها مر مهما كلت بسبوسة جاتو أي حاجة شوكولاتة بيتلاقي في الآخر الطعم جواك مر لأن اللي طالع جوايا مرارة المرارة بتقول لي إيه بتقول لي عدم غفران أنا في حد مش مسامحه أنا في حد مش غفر أنا فوت بس أنا ما غفرتش أنا مش هنتقم بس أنا ما غفرتش وعدم الغفران يجعل القلب مر وبتباني المرارة في الضيق في الوسع It's okay الدنيا كويسة الحمد لله أول ما بتطلع المرارة اللي أنا مش عارف جاي منين من عدم غفران في القلب عدم غفران لنفسي عدم غفران لشخص آخر عدم غفران لربنا أنا في الآخر في شخص أنا متهمه ومش مسامحه ومش مسامحه ويما نسألت لي كده أنا قدر أسامح كل الناس إلا ده إلا ده ليه أصلي كان عزيز علي قوي وغالي علي قوي إلا ده ما هو إلا ده هيخليك في كل ضيق لن تجد في قلبك إلا مرارة امتحان الإيمان الضيق امتحان بيضغط علي فبيطلع الجوايا الجوايا عدم إيمان أنا مش عالم بمن أمنت أنا ما عنديش هذا اليقين أنا جوايا عدم غفران وبالتالي لطالع مرارة احتمال ثالث بغضة بغضة كاره ممكن لبقى كاره الحياة كاره الحياة أسعى صمح أنا كاره اللي عيش مش عايز عيش خدني يا رب لأني لست أفضل من آبائي هدموا مذاباحة قتلوا أنبياء كوبة خيط أنا وحدي وهم يطلبون نفسي بغضة أنا مش كاره أنا كاره عيشته أو كاره فلان أو كاره علان كارهية لما بتضغط بكره بأبغض ودي واحدة من علامات الاكتئاب لما تسحى الصبح وانت مش طائق تعيش أو مش طائق فلان فمش قادر تشوفه فانت دايما لو هو جاي من ناحية دي هجي من ناحية تانية يا ما ناس قولي إيه إلا بص أنا مش قادر أشوف أنا مش قادر أشوف أنا مش قادر أشوف أنا مش قادر أشوفه مش قادر أشوف خلقته خالص ما يدعش حط عيني في عينيه والحام يبقى القلب ما فيهوش محبة القاب الغرقان في محبة القاب الابن اللي في حضن القاب اللي مغموس في محبة القاب اللي بيشرب من محبة القاب اللي بيرتوي بمحبة القاب اللي بيختسل من محبة القاب ما يعرفش يكره ما يعرفش يكره ما يعرفش أنا دايما أقول كده بدون ربنا الحياة ملهاش طعم ولا معنى الحياة بدون ربنا ملهاش طعم ولا معنى طعم الحل في الحياة المعنى في الحياة هو محبة القاب اللي بتخليني أحب الحياة وحب أخوي اللي بيحبني واللي ما بيحبنيش ما أقدرش غير إن أحبه أصلا أنا قلبي لا يعرف إلا أن يحب لأنه امتلأ من محبة القاب وده اللي بيقوله هو هنا الضيق ينشئ صبراً والصبر تسكية والرجاء والتسكية رجاء والرجاء لا يخزأ ليه؟ ليه أنت عارف تفتخر في الضيق ليه عارف تحول المعادلة دي المرة إلى حاجة حلوة بيقول لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس في بايب كده سكب محبة الله بالروح القدس فإحنا غرقانين في محبة الله عايز تهزم الاكتئاب عايز تهزم الكراهية عايز تعرف تحب اشرب محبة القاب القلب الجاف قلب الناشف أسهل حاجة عليه يبغض حتى نفسه حتى الحياة احتمال الرابع عايز أقف قدامه أن مع الضغطة بالذات المادية والاجتماعية والظروف ديت بضطر بقى أمشي في طرق ملتوية واضح أن السك الصحة مش هتنفع واضح أن أقول الصدق مع الناس هيوديني في دهية واضح أن أنا همشي بالاستقامة في شغلي أنا هخسر اللي وراي واللي قدامي واضح بقى أن الناس كده فأنا لازم أبقى كده واضح أن الظروف كده فأنا كمان هعمل ايه؟ هعمل كده وياما ناس بالضغوط اللي حواليهم مؤمنين سلكوا في طرق ملتوية ما أنا مش باخد حقي كده فهاخد حقي كدك ما أنا مش باخد الإعجاب كده هاخده كده ما أنا مش باخد الحب كده هاخده كده الضيق خلاك تخرج عن الاستقامة والأمانة والوفاء والإخلاص ما هو ما هو جوزي عمل وعمل وعمل هعمل ايه يعني؟ غير أنها سترمي في حضنة حد تاني يا سلام ده الحل لو أنت بتمشي كده نتيجة الضغوط وبتدي لنفسك عزر يبقى المشكلة جواك ما عندكش ما خافت الله ما هابت الله يوسف ظلم من إخوته وبيع عبدا وهو كان المدلل في بيت أبيه ماشي ورب أعطاه نعمة في عين فوتيفار وأقامه على كل بيته فبقى مدير أعماله وربنا باركه وبارك بيت فوتيفار بسبب يوسف حلي في عينين مين امرأة فوتيفار الودي الأمور الحلو دور وبعين جوزي بقى برضو يعني يعني خصي للملك يعني اللي يفهم المهم يعني ف تعال بقى تعال نلعب مع بعض نلعب استغماية مع بعض تعال نعب مع بعض أي حد في الظروف ده ضغوط علي وبعدين لي امرأة سيدي وبعدين لو أنا قلت لها لأ هتوديني في داهية أنا الحمد لله يعني في داهية بس مش قوي بس أنا لأ قلت لها لأ أنا هروح في داهية ملهاش حل كان ممكن يكون عنده مئة عذر إن هو يسلك في طرق ملتوية صح الغلط وكلنا كنا ممكن نعذره لكن قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله عملي اللي انت عايز بس أنا ما أداش أنا ما أداش زعى الحبيبي أنا ما أداش أنا ما أداش ما كانت عندي ما هبت في قلبي ما تسمح ليش لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات سابن بلاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر